موسيقى موسيقى من فريق العمل تحقيق الى كل مشاهدي صوت بيروت انترناشنل باللبنان وبالعالم وحلقة جديدة من بدنا الحقيقة يلي يعاد بس على ازاعة صوت كل لبنان وعلى ازاعة صوت الغد باستراليا ضيفنا الليلة شيخ معمم تخرج من مدرسة حزب الله قبل ما ينقلب على فكره والسبب متل ما بيعبر هو اعلاء الحزب الاصفر امميته على حساب وطنيته وتحميل لبنان بالتالي اعباء مغامراته برأيه كمان حزب الله خططف الطائف الشيعي ومن خلاله خطف البلد وبتأديره صلاحية سلاح المقاومة انتهى بالعام 2006 ونوضع بعده بالدبو ومن وقته حزب الله اراح اسرائيل بقرار امريكي واستدار نحو العرب لاقلاق راحتهم وبقرار امريكي كمان فعالضفة اللبنانية بيزرع برأس الشيعة فكرة العداء المطلق لامريكا وعالضفة العراقية بيسمح انه امريكا تساعد الشيعة يعني المحرم ببيروت محلل ببغداد والعكس صحيح رئيس المركز العربي للحوار والدراسات ومؤسس موقع لبنان الجديد الشيخ عباس الجوهري اهلا وسهلا فيك معنا الليلي ومنك بدنا الحقيقة رح ابدأ معك باول دخوله بالمفاوضات اللي بدأت اليوم بفييننا طبعا المفاوضات بين ايران وبين امريكا برأيك هذه المفاوضات لوان بدأ تودي وهل هذه المفاوضات تجعل حزب الله بدائرة الخطر اول شي من المتوقع ان تأتي بثمار ايجابية لانه كل ما رافق يعني الاستجابة الامريكية للتأخر الايراني للعودة الى المفاوضات على مدار سنة من اعادة تشكيل السلطة بايران الامريكين يعني نطروا الايرانيين حتى يقدروا يرجعوا على الطاولة خصوصا انه بايران اليوم فريق واحد هو الحاكم الفريق المحافظ اللي هو الملالي حزب الملالي اللي عم يجاهز نفسه لعني وراسة المرشد وبالتالي ما انجزه الاصلاحيون بجلسات التفاوض هي نفسها المسارس اللي هلأ بدون يمشوا فيه المحافظين لكن اخذوا هايدي الفترة المحافظين حتى تكون ثمار التفاوض بايدهم حتى يقدروا هني يستثمروا بالداخل من خلال تثبيت يعني برأي مفاوضات رح تؤدي الى نتائج ايجابية طبعا هي مخاض منه سهل لانه ملفة ايشائكي بس بالمجمل امريكا لا تريد ضرب ايران وهيدي انا عنديها من المسلمات من عشر سنين اللي كان كل يوم يطلعوا يهددوا بعض انا بعتقد انه ايران مصلحة ضرورة جغرافيا ضرورة تاريخيا للغرب ولا امريكا حتى امريكا الجمهورية الاسلامية الايرانية هي ضرورة للغرب ولا امريكا لا امريكا لانه الجغرافيا اللي فيها اصلا سب السابق كانت يام الاتحاد السوفيتي كانت دفرسواري كانت نقطة المواجهة للمد الشيوعي واليوم هو نفس الامر مع الصين والمشكلة ليش الاسراع في انجاز هذا التفاهم وترتيب منطقة الشر الاوسط على ما هي عليه للتفرغ للحرب القادمة والباردة او الساخنة مع الصين طيح اذا وصلنا الى هذه النتائج الايجابية يلي عم تحكي عنا حضرتك هل هذا يعني انه حزب الله في خطر حزب الله بده يقدر يلعب الدور القادم هو امتهن الامن والعسكر يعني للحقيقة جنراليت بالامن وبالعسكر باستراتيجيا بالبعد الحكم الاداري والنفوذ الناعم لايران اذا استطاع حزب الله ان يتكيف مع القادم من الايام لانه ايران بده تحول نفوذها الخشن في كل المنطقة لانه نفوذ ناعم مع المفاوضات اذا ادير سيد حسن نصر الله يلعب هذا الدور القادم هو ادير يعني انه عنده قدرة منه قليلة بالله الانتقال من الخشون الى النعمة ماذا يعني يعني التخلي عن السلاح او ايجاد حل ما لقضية السلاح السلاح هو مع ربط النزاع مع الاسرائيلي اللي الاسرائيلي ملتزم بالتفاهمة اللي صارت بعدها 2006 واللي قضيت بعدم يعني توتير الجو ولا الدخول الاراضي اللبنانية بالتالي ما دام الاسرائيلي ملتزم حزب الله ملتزم من 2006 قواعد الاشتباك بالجنوب ما تعرضت لأي انتهاكات والطرفين يعني عم ينفزوا بحذافير الاتفاق الذي تم بالـ 2006 مع العدو الاسرائيلي لما اللي وقفت الحرب عليه لذلك حزب الله هو منضبط على الحدود مع اسرائيل هلأ اذا راح على ترسيم الحدود وخلصنا من موضوع الحدود البحرية وروحنا لحزب الله اليوم عم يحاول يقدم مش اوراق اعتماد وانما حالي من تخفيف الاحتقان بملفين ملف ترسيم الحدود وملف وصفة البنك الدولي اللي كان يعني يعارضها ويقول انه هايدي بتنتهي كالسيادة والاشعار اللي كنا نسمعها اليوم كلنا استسلمنا للبنك الدولي وهيدي مفهوم السيادة حتى حزب الله بذائك استسلم يعني اكيد اكيد امام الضغط الاقتصادي الهائل والانهيارات الحاصلة وعدم قيام اي قدرة على النهود الاقتصادي من هذا الجهنم الذي وصلنا اليه لا يكون الا وما حدا بده يساعد يعني الا عبر البنك بس عم يقضي حزب الله عبر ايران والحكومة اللبنانية عم بتقول انه ما بده هاي ده استهلاك محلي الحكومة اللبنانية له هو شكلها بين رئيسي وماكرون يتفضل يجيب محل ما بده والسيد وليد جمهرات بالمناسب يقال لون يغي يجيبوا الكهرباء بمحل ما بدكن عمره يعني هلأ لمن بتجيب انت صاريج نافط بدون حكومة فيك تجيب معمل طاقة بدون حكومة روح جيب لبدك مولد كهرباء هيدا استهلاك محلي اصلا ايران ما عنده جهوزية في بناء معامل عنده مشكلة وعنده مشاكل يعني هيدا الكلام يلي عم بيقوله بهذا الاطار حزب الله هو كلام شعبوي للاستهلاك المحلي فقط مع الاسف انه هلأ عم يخدوا معركتهم الانتخابية بهذا الكلام انا اسمعت محمد رعد بكل خطبيته هلأ مهرجينات بشو بثلاث سفون مزود؟ بثلاث سفون ياريت وصلوا ما ثبت انه مش عم يقدروا يوصلوا لانه في حدا بياخد جاميريك عالي اكتر من جاميريك تفيقال لبنيني المشكلة الاقتصادية ما بتنحلها بثلاث سفون مش هيك البلد منهار بده عقول عندها فكر اقتصادي وفلسفية اقتصادية تعرف منين بده تبلش ومنين بده تروح وبدها اصلاحات بالادارة المهترئة اللي يعني وصلت البلد الكاريسي حكيت عن الجمرك يعني الجمرك هي اللي منصوب الحدود السورية مين عم بياخد الجمرك؟ بيقولوا انه الفرقة الرابعة عم تتقاصمهم يعني وهو موضوع البترول بشكل عام مش مفهوم يعني ما في شفافية يعني خلنا نعرف منين هدى مصود سوريا لانه قالوا انه يعني له مواصفات خاصة فيه له ريحة فيه الناس اللي استعملتوا بالاخير بدنا شفافية بكل شي دول وحوكمة الدول اليوم تقوم على الشفافية ما عم نعرف قديش بيفوت قديش بيتلما بدها كمان تنزل بالاحصاءات لا طبعا بس انت ذكرت انه مزود سوريا هل هو مزود سوريا او مزود ايراني مش معلوم حقيقتا حقيقتا في شك انه هل هو من مصافي النفط السورية او لا هو مزود ايراني مش معروف يعني امور تقوم بدون حد ادنى من الشفافية ما بتعرف شي هلأ بيقولوا انه فيه يعني مئات الاف اللترات سرقت بعملية النقل فيها فيها احدث كمان مش معروف هل هي من الجهاز اللي نقل من الحدود بينحكي عن تشليح عم يصير على الحدود لانه الناس كمان جوعاني اذا بيمروا من حدها من حدها قافرت مزود وهي مش عمد تتدفى بدها تطلع تشليحهم والشي المستغرب انه فيه حدا بالبقاع من الناس اللي فرحوا وطلعوا ضربوا بالاسلحة ورصاص وقزائف فرحوا على الحبس لا استفدوا من المزود ورحوا نحبس وما حدا سأل عنهم ما حدا سأل عنهم بس اذا بكمل معك هذا المنطق ما هو حق لك الأمين العام لحزب الله حسن الصلاة وقت اللي بيقول نحنا من الأقوى يعني حتى بهذا الموضوع منه قادر يتحكم عم بتقول فيه ناس عم بيشلحوا فيه ناس عم يسرقوا فيه ناس عندهم جمروا رديف يعني مضبوط وقت اللي بيقول الحزب الله انه مني أنا قادر اتحكم بالبلد لك حزب الله بلحظة بيقدر يعطي الحكوم وبيقدر يوقف رئاسة جمهورية سنتين حتى تجري الأمور بمقاديره بيقدر يعمل كل شي بس هو عم يجهز حاله بالخطاب للخطاب الانتخابي اللي القرى البقاعية بدأت طالبه شو عملت لنا بالأربع سنين ووعودك هو ما اعتمد على ذاكرة السمك اللي عنا بس اليوم السوشال ميديا حفظت له كل خطابته والناس بدأت درجع تتنقل شو كان يقول قبل أربع سنين بهالأربع سنين قديش تدنى مستوى المعيشي بلبنان بشكل عام تضخم فلذلك السيد حسن لما يعمل يقول أنا مش قادر حتى يقول له كل اللي وعدكن يا مش قادر اعمله بالوقت اللي بنفس الخطاب بيقول نحنا أكبر حزب بلبنان ونحنا عنا مئة ألف مقاتل هذا بالخطاب اللي قابله الخطاب اللي بيقول نحنا مش قادرانين ونحنا ما فينا نشيل للبطار ونحنا ما فينا نجيب باخرة مزود بنفسه بيقول نحنا أكبر حزب بلبنان يعني فيه بدنا نفهم علي للسيد حسن يعني والله يعني شي مهم انه انه نقدر نفهم ويقدر يفهم هو جسنا او انك قادر او ما انك قادر لما انه قادر بده يحاول يعمل تسويات التسويات بتقضي انه ما تتعطل الحكومة حكومة نطرينها لحتى تجري بعض الاصلاحات لوضع البلد على سكة النهوض الاقتصادي هو شايف في نوع من المؤامر بعمل القاضي مؤامر على مين مؤامر على البلد بيقوله كيف طبعا كمان يحترم عقلنا لسه لحد الان مين مين توجه الى حزب الله ما حدا وهلا اليوم في تقارير يعني من اسبوع ما عم بيقوله بس عم بيقوله منهم مرتاحين لأداء المحقق العدلي منك مرتاح بتروح بالاسليب القضائية ممكن انك تنحي باسدوب آنوني بس مش بتعطيل جلسة برأيك لماذا هذا الموقف الجزري لحزب الله من موضوع طريق البلد من شو متحسس حقيقة هيدا بيعني يستدعي الريبة والشك انه حزب الله ما كان متهم ولا ولا لا لا وزراءه ولا نوابه الان دخلي بالبور طيب بتتفاجأ انه طيب نواب حركة آمل اللي مطالبين وما زلك حركة آمل رئيس برأيك رايح باتجاه المسلك القضائي القانوني بالقانون باستعطيل مجلس الوزراء بالقانون بس عم بيحاولوا يغضأوا يعني غضأوا العدلية بدعاوى الارتياب المشروع وبدعاوى الزد هلأ بدعاوى مقاصمة الدولة هاي دي أدوات قانونية فيك تعملها انت كمحامي أو كحق إلاك تطلع بأي أي فرصة أنك تدافع عن موكلك بالقانون ممكن تعطل المحاكمة سنة بالقانون بس أنك تعطل المجلس الوزراء بهالشكل اللي عم يصير وهي حكومتك وستنينه سمحت شيخ عطل يعني السناء الشيعة اتنينه ضهر لكن معروف بالبلد أنه اللي كان أكثر توجه للتعطيل هو السيد حسن مش الرئيس بري يعني الرئيس بري كان يعني مكره أخاك لبطل هاي ماشي بطريقة فيها شوي من الإكره هاي بتعتبر هون أنه رئيس نبي بري كما يقول بعض صار لاجئ سياسي عند حزب الله لكن الرئيس بري أكبر من أنه يكون لاجئ لسياسي بس مقتضى التسويات هيك يعني الرئيس بري شو بده بده الأمور تكون منتظمة بهالشكل ويعادة تجديد ولاية جديدة الله يمت بعمره يعني وبالتالي هذا التفاهم بينه وبين حزب الله بيمكنه من هذا الشيء فلذلك يعني عم يعمل مش مكره يعني هو مرتاح لهذه الصيغة مش مكره مش مكره الرئيس بري وأنت مرتاح إلى أداءه لرئيس بري يعني تعتبر أنه هو أفضل موجود في مجلس لكن الرئيس بري رئيس بري مشكلتك معه نحن بدنا تجديد سلطة بدنا تجديد دم جديد يعني بيريح يعني خلى رئيس مجلس الجنوب يستقيل ليروح يترشح بالباغ طيب ما فيه دم جديد حتى بحركة أمل فيه جيل جميل جداً يعني فيه كفاءات رهيبة بس ياخر رئيس بري عنده عادي بدك تجديد دم من رئيس بري أو أداء مختلف حتى على صعيد إدارة شؤون الدولة ليك ما هو طموحنا أنه نغير كل شيء بس خلينا نكون واقعية ما حدرنا نغير بسبعة عاش تشرين كل شيء يعني فكرة أنه الثورة التي تنقلب على كل شيء ثبت أنه ما بتزبط بلبنان إذن بدنا نصلح النظام نعمل له رتوش بما أمكن بما أمكن أنه ما بقى فيك تعمل حالة انقلابية خلا نكون واقعية يعني قدرت هذا النظام هذا السرطان الطائفة قدر يقمع حركة وصرخة الناس بسبعة عاش تشرين وقدر حزب الله يدافع عن كل الطبقة الفيزدي اللي هو كان يتقاتل معها على مدى عشرات السنين ومنع هذه الصرخة من تحقيق مطلبة طيب نحن بالتالي شو بدنا نعمل أنه أمام هذا المشهد ما بدنا نروح لثورة عنفية بدنا نروح لثورة إصلاحية الإصلاح بيصير من صندوق الاختراع يعني بتحكي باعتدال أكتر عن رئيس نبي برد مما بتحكي عن حزب الله لأنه الرئيس برد يعني عامل نهائية بانتماءه للكيانة اللبنانية يعني أولويته لبنانية الحزب شو المشكلة معه أنه عامل أهداف أممية على حساب القضية الوطنية هلأ بيقدر يجلبسها لبوس وطني بكل مواقفه بس هي يعني أولوياته أجندة أعلى بس هيكي عن صورة 17-20 يعني كان عندهم حملة كتير قوية على رئيس نبي برد انطلاقا من الأداء الفاسد في إدارات الدولة أنا بقول أنه لازم نحن نصوب على الفساد كان عند الرئيس برد أو عند غير الرئيس برد بس عند الرئيس برد بتقاتل موضوع الفساد بس ما فيك تقاتل أنه حركة أمل كيانية نهائية الكيانة اللبنانية عندها من السوابت الإمام الصدر يعني أرسق واعد لبنانية الطقف الشيعية هيدا شي مهم كتير هيدا مكسب عظيم بنتمسك فيه مش كل شي عند حركة أمل أو عند الرئيس برد سلبي عند حزب الله مش كل شي سلبي عند حزب الله تعب خيلة تدخل يخي شو في بينك وبين السعودي تركها الناس تعيش تركها الناس تسترزق ومش بيزلي ومش بيضعف بيقولولك أنه هذا طرح مزلي لا مش مزلي بس اليوم بدك تعمل مشكل بدك تكون قادر أنك أنت ما تعوز الناس يعني قطر صار في مشكلة بينها وبين السعودي قدرت تصمد لأنه عندها قدرة طيب لبنان اللي أفقرته وكسرته وسرقته أموال شعبه كيف بدك تطلب منه السيادي للفقير اليوم كيف هو حزب الله يلي أفقره أو الطبقة السياسية حما هاي الطبقة هاي الطبقة كادت تسقط في 17-20 كادت تسقط إجا حماها حزب الله يعني اليوم إذا بدي كمل مع كذا المنطق إذا بدي كمل مع كذا المنطق حزب الله اليوم مسؤول عن استمرار التدهور والسقوط اللبناني الكبير أكيد أكيد يعني من المديهة أن حزب الله شريك به الطبقة السياسية وهو الذي حماها وهو اليوم اللي عم يشكل حكومات بدونه ما بتتشكل هاي الحكومات وهي حكومات إله فيعني لا حزب الله هو شريك طب حكيتني عن قضية الطائفة الشعية وانتماءها اللبناني وطبعا مشروع حزب الله ما فينا نقول يعني نعترف إنه حزب الله يحوز الأكثرية ضمن الطائفة الشعية يا خي حزب الله لما اللي بيقلك أنا بنفق على مئة ألف واحد يعني عنده رواتب مئة ألف طب كيف بديت نافس معه بالرأي لحتى أقدم للرأي العام أنا رأيي وإحرز رضا الجمهور ما هو عنده خدرات ما التنافس السياسي بدي يكون فيه تكافؤ لا عزيم أنا بدي أكمل يعني سؤالي تقوصى الله محال هذا يعني إذا بدي أسلم معك إنه مشروعه غير اللبناني لحزب الله هذا يعني إنه صار مشروع الطائفة الشعية كمان غير اللبناني اليوم يعني بما يمثله هزب الله القرار لايران ليس له يعني القرار القرار بحزب الله مهما جم له هو بالأخير يعني اليد العليا هي اليد الإيراني التي تعطي المال اليد العليا بس بقول ان هو شريك في صناعة القرار يعني بتقديري لما اللي بلشوا الإيرانيين يحكوا مع السعوديين ارتبك هزب الله ارتبك؟ لو انه شريك كان ما ارتبك كان ارتبك ودليل وين دلاع الارتبك? أنه لما بيقول السيد حسن أنا مطلع على كل جد والأعمال للمفاوضات بالعراق وكان قلق من أي تقدم لأنه منه شريك بالتفاوض هو حبي يكون شريك بالتفاوض مع السعودي لكن السعودي عنده موقف شخصي منه يعني بحرب اليمن السيد حسن راح للشخصاني بالحرب مع المملكي لذلك فيه فجوة كتير كبيرة نحن بنعمل أنه تتحلحل وإذا بيقدر الواحد يحلحلها يعني أنا بحب التسويات لأنه مش كل شيء فيك تغيره بس فيك تحاول تخفف من الأثار التهديمية السيد حسن ممكن يكون لعب إيجابي إذا حبي يحط وهو قال أنه إحنا ما بدنا نصعد مع المملكي طيب ما بدك تصعد بس ترك الناس تروح تعمل ظروف تعيد الوصل وتوقف الانحدار بالعلاقات اللي بده تأثر على المزارع اللبناني على المصنع اللبناني وعلى العامل اللبناني أو المستثمر اللبناني بدول الخليج فالسيد حسن لأك بس هو مانع تحقيق هذا الأمر؟ مش مانع بس أيه هو هو شد على إيد الوزير الإرداحي حتى ما إذا كانت هايدي بتوقف الانحدار هل أنت مع استقالة الوزير الإرداحي؟ والله أنا بقول لك أنه الوزير الإرداحي اللي قضى عمره مع الخليج وعمل كل ساروته من دول الخليج أو من الإعلام وحقه الشرعي بس هو بيعرف لغتهم وكان يساير بمقدار ما للعمل إنه في مدارات بالعمل مش هيك طيب اليوم هو ما بيقدر يسايد علشان الشعب اللبناني اللي اللي مضطر يعني هو الله نعم عليا وصار عنده سروي بيقدر يعيش بدون شغل فيها بس الناس اللي عندها أعمال بالسعودية أو هون مش عم نقول إنه لازم ننبطح مش مطلوب الانبطاح بس مطلوب إذا هذا بيزهجي خي أنا بروح عن المشهد هو منه سياسي يعني إجي على المشهد السياسي يعني هك بالبراشيوت ففيه ينسحب وخصوصا إنه كمان أنا بس لو نسحب سماحة شيخ اليوم السيد جورج أضيحي هل تعتقد إنه سيغير في المشهد شيئا يعني قال ليلي بننزع فتاة للتفجير ومنقول إذا هذا كان السبب يعملني وشرفه باحترام لحوار جدي على ماذا تريد المملكي وماذا يزعج المملكي وماذا يستطيع لبنان أن يعني يحد من انزعاجات المملكي اللي هني بيقولوا تهريب وغير قهريب وقصاص من هاي ممكن إنه ينعمل برنامج لوقف هذا المسلسل لكن إنه خلاص نحط العقدة بالمنشار وبدنا نمشي يعني لقدام هلأ الرئيس الحكومي عم يتغطى بموضوع الارداحة هو أصلا ما بيقدر يعمل مجلس وزراء مش عشان الارداحة صح هو ما بيقدر يعمل مجلس وزراء عشان يعمل له فيتو طوائفي الفيتو الشيعة الوزراء الشيعة السناء الشيعة إيه اللي فيها يعني عدم ميثاقية بتذكرنا بالألفان وخمسة بحكومة السنيورة فهو ما بيقدر يعمل مجلس وزراء عشان انسحاب لوزراء الشيعة على موضوع البطار هيدا استجد تسلح فيه حتى يقدم صورة للمملكة انه انا مش عامل مجلس وزراء عشان الارداحة بس هلا اذا بيستقل الارداحة ما بيقدر يعمل مجلس وزراء صح لانه عنده القضية الاولى عنده مشكل تاني الاولى هيدا شو بيعني بيعني انه حكومة معا للانقاصة بده مين ينقذها اكيد حكومة هجينة ما حدا شاعر انه البلد فعلا هو منهار يعني هاي الحكومة المفترض تعمل كل دفوراتها للبنك الدولي حتى اذا بعد الانتخابات مباشرة ويعادة تشكيل السلطة تكون جايزة بالذهب للحل الاقتصادي تأخير الجلسات مع الاسف يعني هادا العهد يعني غضب اليه اي عهد الرئيس ميشيل عون عهد الرئيس ميشيل عون انه اي حكومة مشيت من وقت ما اجل اليوم بس هان ما بمنه هو مسؤول ايه منه مسؤول يعني طلعت قضية البيطار وطلعت قضية السعودية بس هي التفاهمات اللي كاينة قائمة مش على الشفافية بين الحلفة اللي شكلوا الحكم الحالي هادا اللي وصل الانفجار عاي مفرق كل مفرق في عنا كمائن متنقلة بتوقف عمل الحكومة عمل الحكومة عمل مقدس لمصلحة الناس اليوم الاسادزة مش عم يوصلوا نحقوقهم الموضوع الصحي اليوم في ازمة حقيقية لو نحنا يعني منشوف انه النزول الى الشارع هو اللي بيجيب اثر كنا بنبلش شغل لانه فعلا بده حركة كتير كبيرة ايه بس قلت انه عهد احنا على مرمى من انتخابات منقول ان شاء الله بتتجدد السلطة بالانتخابات الشرعية قلت انه عهد رئيس ميشيل عون هو غضب من الله هيدا منه نوع من انواع تجميل لأداء السناء الشيعية يعني بعض بيقولوا انه بهوضي القضيطين ما خصوا العماد ميشيل عون ما خصوا رئيس الجمهورية في هذا الموضوع ايه بس هو ما عم يطلع يصدح بالحق لحتى ما يزعل صديقه اللي هو حليفه حزب الله يعني رئيس الجمهورية مش هو الحكم بالدستور يطلع يقول شو المشكلة وقال له بيترك جلسات مجلسة وزراء بدون انعقاد وما بتسمع منه ولا كلمة ولا حرف ليه هو مصدع لانعقاد بس هو إذا قال الحقيقة إذا بدنا نعتبر حقيقة هالأمر ما بيعقد أكتر المشهد السياسي لا بيقلهم بصراحة أنه نحنا ما فينا نرهن توقف عمل بلد بكامله حكومي على مطلبكم اللي هو مطلب يعني تنحية قاضي إذا قال العماد عون أبئيس عون هذا الكلام ليجرؤ هل إذا تجذى هل سيمتسل السناء الشيعي لهذا الكلام بيحطوا أقل شيء أمام أمام مسئوليته أمام الشعب أمام التاريخ أمام الله أمام الملاكة بيحطوا أمام مسئوليته أنه أنت موقف البلد عشان أبع بيطار روحي أبعه بأي طريقة أنونية يعني انطلاق من هذا الكلام بتعتبر أنه رئيس ميشيل عون ما عم بيمارس حقا دوره لا يستطيع أن يمارس دوره هو باصم بالعشرة لمين للي جابه مش قال أنه نويف الموسى مش قال سلاح حزب الله اللي جابه لميشيل عون طيب هذا بالنسبة لأداء رئيس الحكومة كرئيس الحكومة يعني شو عم تتحك رئيس ميقاتي العجيب نجيب العجيب نجيب العجيب يعني هو بيسير كل العالم بيعطي شكات بلا رصيد لكل من الفرنسيين للأمريكيين للسعوديين لحزب الله لرئيس عون لرئيس بري لك حتى لساعد الحريري يعني ساعد الحريري اتفاجأ منه يعني هو منيح نحن بدنا هيك شخصية تسويوية بس انه تقدر تعمل شي هلا قوي استعاد بالجلسات الحكومية بجلسات مصغرة منيح يعني إن شاء الله بس انه مش الحل يعني الرئيس ميقاتي عم يعمل تسويات ضمن الممكن بس ما انه هو شو قلت انه حتى ذا يساعد الحريري تفاجأ فيه شو أظهر انه وقت اللي تكلف نادي رؤساء الحكومات كانوا عم يقولوا انه تقطيع وقت ففاجأوا وأنعهم هو وأنعهم ما هيش طارته انه بأنع الجميع بما يريد وبمرة أموره هو قرر انه لازم يفوت بتشكيل حكومي وتفاجأ الرئيس الحريري وهذا اللي ساعدت له الاعتكاف والدبريسيون اللي صار مهم لا مصر انه رئيس الحريري حمل دبريسيون يعني رينالك يا هايدي معلومات او هايك لا أنا وصلتني معلومات انه استشاطى غضبا واعتكاف اعتكاف عشرة ايام يعني وقت اللي شكل وقت اللي شكل الحكومي وصار عنده مشكلة عارض صحي يعني ومن بعدها يعني خرج منه انه لن يعود الى السياسي وما بقى بده يترشح ولحد الهام مش معروف بتيار المستقبل شو بده يعمل يعني وفي حكي دقيقة انه قالهم لالامين العام ولدته يعني عمته عمته انه ما بقى بده يشتغل بالسياسي السياسي بده مصاري بلبنان هو ما معه مصاري وما بقى بده يترشح ووضعه صحي يعني يظهر انه ماعد ب شو بيغير بالمشهد شو بيغير بالمشهد اذا طيار المستقبل ما كان هو لعب اساسي بالساحة السياسية يعني بده يخلق بده يخلق مناخات جديدة بالساحة السنية اكيد هلأ مين بيملأ الفراغ بدك يعني قيدات شابة انه تقدر تعمل فارق وممكن من تيار المستقبل حدا يكفي يعني بيقرس المستقبل بس الساحة السنية ايه حالة ضياع وفراغ لحد الان وان شاء الله انه يقدروا يعملوا شيء لانه عدم التوازن بالبلد مشكلة بس بالاخير برايخ الزعمات هلأ الموجودة السنيا لا يمكن ان تملأ فراغ الرئيس الحريري لكن الرئيس الحريري انا مش من الناس اللي بيحبوا يبالغوا يعني مش مبالغة بس انه الرئيس الحريري عمل شيء يصعب على الاخرين تجاوزوا بس شو هو ما بتوقف الحياة يعني عمل هو على المستوى الشخصي حقق نجاحات على المستوى الشخصي كتير كبير كتير ناس ما بيقدروا وين حقق نجاحات انه الثروية الكبرى اللي عملها يعني لا عم تحكي عن حريري الاب حريري لا انا عم بحكيك عم رئيس الحريري خسر كل شيء خسر المال وخسر الشعبية واحد ورث دم ورث مال ورث وضع اقتصادي وعلاقات بيو واليوم بعد 15-16 سنة من عمله السياسي يكاد يكون سفر هذا شو سببه هذا سببه عدم يعني المراكمة والمياومة على العمل وكل يوم تفتح درجة تقول قديش خسرت وقديش اربحت لما ما بتعمل جردة حساب يوميا للربح والخسارة بدك توصل لهون عم تحكي على الصعيد السياسي على الصعيد السياسي طبعا وعلى الصعيد المالي مع الصعيد المالي كمان كمان حرام يعني خسر كل حاضح اكمل معك هذا الحواظ بس خلينا نشوف مجموعة الصور وبدأ تهليئك عليهم خلينا نشوف المجموعة الاولى من الصور عنا طبعا الاعلام هون اعلام من الانصار الله الحشد الشعبي حزب الله حماس وفيلة القدس برأيك هذه الفصائل او هذه القوى تعمل لمصلحة الممانعة لمصلحة المقاومة متل ما بتقول ام لنشر الفوضى في المنطقة هلأ شعراتها شعرات مقاومة لكن هذه الشعرات كلها هي التي ورثت شعرات ثورة فلسطينية يعني من ال48 خرجت حركات مقاومة كانت 30 سنة من المقاومة السابقة بيد الحركات العلمانية وفتح ومنظم التحرير اليوم الحراك الإسلامي السياسي المقاوم صار له 40 سنة طيب 30 سنة ما رأيت من الصراع العربي الإسرائيلي لم يحقق الفدائيون شيء وهلأ ل40 سنة شو تحقق شو تحرر تحذير الجنوب 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 الوقع النظيفي الوحيدي لحدود الألفين راكمت تضحيات واخرجت المحتل صار لنا 20 سنة أنت بتطلع الإسرائيلي لتعيش شعبك بحالي من العزة اليوم بعد 20 سنة يعيش شعبنا حالة من الذل والهوان والفقر والحاجة والعواز فهيدي مش تحرير هيدا أسر عبودية أرجعنا الناس إلى العبودية هل هذا يعني أنه برأيك زمن الاحتلال كان أفضل؟ لا ما حدا بيقول أبدا أنه زمن الاحتلال أفضل بس أنا عم أقول إخفاق حزب الله ما بعد تحرير الألفين في بناء الدولة في الدخول إلى إلى لبنان للشراكة في بناء دولي فيها حوكمي وفيها عدالي وصلنا إلى ما وصلنا إلى يعني برأيك هالفصال الخمسة اليوم تعمل لمشاريع خاصة؟ مشاريع سلطوية مشاريع السلطة هذا مشروع الإسلام السلاسي في الوصول إلى السلطة على شماعة فلسطين وتجارة صارت يعني لم تعد رائجة أنا بتأدير الشعوب أنه يعني أنصار الله بدك تسلم السلطة باليمن الموت لليهود أنه يعني بينك وبين الإسرائيلية في مدى طويل أنه بدك تحرر كل هاي البلاد اللي تيجي تحرر فلسطين أنه شغلة بدنا ننطرن عليها مئتين سنة نحن الآن بدنا نتحاكم على العمل الآن العمل اللحظة وفي ضرورتك أنت بتقدم رفاه لمجتمعك أو أنت بتجيب الدمار والهلاك مع أنه أنا يعني موقف محايد أنا بدي منكب على الموضوع اللبناني وقضيتي الوطنية يعني أخدي كل حي بس ذات الشي موقفك من حزب الله يعني إيه حزب الله لأنه فريق لبناني بذائق عم يستغل الشعارات يعني في سبيل مقالب السلطوي لا هو من المشاريع الإسلام السياسي السلطوي للوصول إلى السلطة أو كمش السلطة بذائق بدوا كل السلطة بلبنان حزب الله بدوا اخضاع السلطة لأنه ما بيعرفوا ما بيقدر يأخذ أنت بتعرف باللعب الطوائفية اللبنانية ما بيقدر حزب الله يحكم بس بدوا أول شي أخذ السلطة بالساحة الشعية بشكل مطلق وشوف قده بيمارس تحريم على أي معارض يعني أي منافس له ما بيقدر يتحمل حدا يتقدم بالانتخابات ويعمل انتخابات ما بيقدر تحمل حزب الله هلأ بنحكي عن انتخابات بس انطلاقا من كل هذا العرض هل أنت اليوم بشريع سلطوي للإسلام السياسي واضح بس هل أنت اليوم أو هل أصبحت اليوم مع اتفاق سلام مع إسرائيل لا بكير علايا بلبنان بكير نحن ما اتفاق سلام بين اللبنانيين فيما بينهم عمل لي سلام بين الشيح وعين الرماني هدا الأولوية بدهم يتفقوا يعني اللبناني وبعدين بعدين بنعمل خلنشوف تاني مجموعة من الصور السيد موسى الصادر السيد حسن نصر الله وطبعا عنا الشيخ صبح الطفايلة نعم من برأيك حق أكثر من سوى مصلحة الطائفة الشيعية ومن جسد أمال وتطلعات لا شك أن السيد موسى الصادر قامي فريدي بغض النظر عن القامات الأخرى اللي يعني بيحترمهم جميعا يعني بيختلف معه للواحد بس بيحترمهم السيد موسى منارة كانت ناضجة وسابق عصرها يعني ما كان يقوله السيد موسى من خمسين سنة اليوم الناضج فيهم بيوصلوا لاتمعين لاتمعين يعني واللي ما نضج بعده ما فهم قديش ضرورة الاهتمام بفكرة الكيان اللبناني اللي ما كانت موجودة عند الإسلاميين يعني نحنا كلنا بدأنا بمشروع فكرنا السياسي الإسلامي الدولة الإسلامية الدولة الإسلامية والأممية وهالشعرات الكبرى السيد موسى بكر على على فهم فكرة الكيان والإنخيرات بس بوقتها الطائف الشعية بالسبعينات كانت طائفة كيانية لا أبدا كانت من الثلاثة واربعين مثلنا العشرينات الطائفة الشعية ترددت في الدخول في الكيان أيام لسيد عبد الحسين شرف الدين ومؤتمر ودي الإحجار وجورو تأخرت الطائفة الشعية في الدخول في لبنان كان في أصوات ضمن الطائفة الشعية أنه في مشاريع غير اللبنانية ما كانت هيك السؤال مش هيك السؤال كان حول الدخول في الكيان أو الارتباط في الدولة كان في مشكلة بالدخول في الدولة في تأسيس الكيان في العشرين عندهم ما كانوا مشاركين صح ما كانوا مشاركين بقرار منهم لأنه كان عندهم خيار آخر على رأسه السيد عبد الحسين شرف الدين في الذهاب إلى سوريا فيصل عندما كان الإنجليز في سوريا والفرنسيين في لبنان كان فيه طارح في الارتباط بسوريا وعدم الإيمان بدولة لبنان الكبير الإمام الصدر عظيم انطلاعا من هون سمحت الشيخ هل ما فعله السيد موسى الصدر إمام موسى الصدر قوضه حسن نصر الله والشيخ صبح الطفيلة ليك سيد حسن والشيخ صبح من مدرسة مختلفة عن مدرسة الإمام الصدر مدرسة راديكالية أكثر وإجت بعد انتصار الثورة حركته كانت قبل انتصار الثورة فالمد الفكرة الخمينية هن تأثروا فيه ولذلك كان عندهم طرح إسلاموي أكبر النقد الذي يوجه الشيخ صبح الطفيلة إلى داور حزب الله وإلى أداء حزب الله هل يعني هذا أنه عمل مراجعة؟ لا أبدا لأنه هو على يمينه يعني إذا بدك تقول السيد موسى السيد موسى اليسار الثوري المعتدل الشيخ صبح هو على اليمين المتطرف يعني لحد الآن تروح يعني كل مواقف الشيخ صبح هي راديكالية على السيد حسن اللي بيعتبره السيد حسن يعني اللي الناس بتعتبره بس هو بقول أنه أقصي عن رئاسة الحزب لأنه لبناني كان بدهم هن القرار إيراني لا يعني هذا جزء منها جزء منها لشك أنه هو عنيد في في الانقياد يعني مش سهل الانقياد ما بيسلم بسرعة ومداراته قليلة لكن عقليته الشيخ صبحي أنا بعرفه صديقي يعني صديقي وكنا أو أنا أيت حركته المطلبية وطردت من حزب الله كنت تعملت وشي بس الشيخ صبحي راديكالي يعني لازال متشدد حتى في طروحاته يعني بعده يعيش يعني الحروب الصليبية لما المسألة تدخل الروس في روسيا وصفوا بالحرب الصليبية يعني سهل الانقياد حسن نصر الله مع الإيراني فقط سهل الانقياد مع الإيراني وللإيراني مع الإيراني بيحبهم يعني فيه هكدمات فيه مودي فيه مودي عظيمة دعنا نشوف المجموعة الأخيرة من الصور رئيس سعد الحريري سيد ندر الحريري السيد أحمد الحريري والسيدة بهية الحريري برأيك من من هؤلاء الأربعة أضر وأفاد الحريري السياسية والله أنا يعني أشفق يعني فيه هيك عاطفي لهالعيلي بس الشفقة لا تكفي لإنقاذ ما ما أفسده الدهر أنا أنا عندي كبير رعتب في الفين واثمانتعش بالانتخابات يقال يقال أنه كل ما اتفقنا مع مع الحريري أحمد وسعد على الانتخابات ومشينا بتفكير بخوضها انقلب عليه نادر بصفقة مع حزب الله ويش صفقة صفقة بيعمل صفقات كان بوقت يعمل صفقات حتى مع حزب الله نعم 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 معروفة أنه في بعض الصفقات السياسية مع جبران باسيك كمان مع حزب الله طبعا في تواصل كان يومي وكان يعني الطلب منهم أنه طلب منه أنه أنه نحن بكرة بعدنا نشكل حكومية مشتركة وفي تفاهمات نحن بس ندى الشرط الوحيد أنه الصاحب النص السياسي في المعارضة الشيعية ما بدنا تتعاونوا معه بالبعض لذلك انقلبوا على التفاهمات ويعني ليس الان محل لسردها لكن أنا يعني بقول الله يسهل لهم الله يسهل لمن يعني للأربعة إيه يعني الله يسهل لهم أعمالهم ويرجعوا يقلعوا بأعمالهم بعد فيه بعد فيه إمكانية إيه عم يقولوا أنه الرئيس الحريري بده يؤسس شركة عملاقة بدبي وبيشتغل يعني لا بده يشتغل شغل شخصي إيه إيه يعني إن شاء الله بس البعض بيقولوا أنه الشرط الموضوع لا يمارس السياسة آه هو تعب يعني هو يقال أنه تعب من حتى من السياسي والسياسي كلفته حرام هو رجل يعني طيب طيب العريكي لكن وكريم لذلك الأرطة يعني ما خلت لحوالات على كل حال طبعا رح نتابع معك هذا الحوال بس من أنت إلى الفقرة التانية يلي هي ملفات سيخنة بملفات سيخنة رح نحكي أول شي على الانتخابات النيابية هل أنت مرشع لانتخابات الـ 2022 كما كنت مرشعا في العام 2018 أول شي بالـ 2018 لم أستطع يعني إكمال عملية الترشيح للهجوم الكبير والواسع والشامل بوكيفة الأسلحة التي استعملت ضدنا بالـ 2018 والترشيح بالنسبة إلي مش ترشيح شخصي يعني القضية فوق شخصية حقيقة مش تمثيل مش مثل ما بواحد يتوجه للرأي العام بيقول إنه لا نحن بأزمة أزمة تمثيل حقيقي بالوسط الشيعي فيه اختزال للرأي الآخر وفيه قلق أنه ما حد ننتج أراء متعددة البيئة الشيعية لم تعد تنتج وهي البيئة الخصبة على مدى عقود هي اللي كانت تنتج أدمغة في العمل السياسي وفي الفلسفة السياسية اليوم فيه عقم لأنه فيه أحدية بالرأي وانت بتعرف لما بيصير فيه رأي واحد نخسر تعدد العراء تحتزل كل الأفكار الأخرى اليوم صار فيه اختزال وصار فيه نوع من يعني ممارسة الضغط النفسي والمحاسب الزيتية بحيش إنك ما فيك تعمل أي رأي آخر وقدر رأي بيكون لمصلحتهم يعني واحد تفكر أنا ضنين بحزب الله على الملأ بأنه خياراتهم ما تكون منفتح على خيارات أخرى واحتمالات أخرى مؤمني أكتر يعني أنا لما بدي أقدم فكرة أخرى بدي يكون مؤمن للمجتمع الشيعي لما بيختلف مع حزب الله بأي خيار من الخيارات اللي هو عم ياخدها دي الخيار بمعادة الدول العربي طيب ما أنا عم بطرح البديل المؤمن هو عم بعيد الدول العربية أو الدول العربية عم بتعدي بك يا خي ما كانوا صحبة بالألف حتى بعد الألفين وستة طيب ما إجوا الدول العربية أنقذوا الوضع ودفعوا المليارات لإعادة الإعمار اليوم أي أي حرب ما حتصير إسرائيلية إذا صار في دمار مين بيساعدك ليه بتأكد أنه ما راح تصير الحرب بعض بيقولوا الحرب حتمية إذا فشلت المفاوضات أنا بقول المفاوضات ستنجع ستنجع لذلك كل الاستنفارات هاي دي جزء من عملية الضغط طيب راح تترشح بالألفين واثنين وعشرين بدنا نعمل أكيد انتخابات بالألفين واثنين وعشرين مختلفة عن الماضي لأنه تجربة السابق الثقة المطلقة لأنه أنا يعني كنت بعتقد أنه العمل السياسي فيه شيء من الصدق وكنت مارسه حتى مع الحلفاء أو المرشحين اكتشفت أنه لا ما فيك أنت توسق كامل الثقة بأي طرف حتى يعني يكون عندك بدائل لذلك هالمرحلة الجاية لا حيكون عندنا بدائلنا ما حدا حيقدر يوحنا مع مين راح تتحالف يا أفخاخ مع مين راح تتحالف سمعي مثل ما كنت نظر بالألفين وثمانتاعش كنت أنا لأحدي استغيير بالواقع الشيعي البقاعي اللي كان مختزل من حزب الله عشر نواب حزب الله بيطلعون كنت أقول أنه في أربعين ألف صوت مسيحي وفي أربعين ألف صوت سني وهال معروف أنه مزاجون صوت يعني مقترعين فعليين دا مقترعين نص عشرين بعشرين عشرين بعشرين يعني نحن قادرين نخاطر دا الحاصل خمستاش خمستاش يعني بأمنوا حاصلين حاصلين فاصلين أربعة هالجهزين إذا ما أحسن التعاون وإخراج يعني التعاون مع مع ممثلين هم الحقيقيين يعني أنت ما فيك تجي تفرض على المسيحيين ممثل مش إلهم اليوم في تجربة جديدة أحسن من الالفين وطمانتعين نحن بالالفين وطمانتعين جينا على شي مجهول بعده وكنت أقول أنه في حاصلين أكيد والتالت إذا أحسن إدارة المعركة عندما خرجنا من المعركة يعني أيدت اللائحة التي أنتجت نائبين صح وكادت أن تأتي بالثالث اليوم خلص أخذت شكل هالنهائي أنه في حاصلين الحاصل التالي يجب أن يكون شيعي اليوم في نقمي لا بأس بها ما بدي بيلغ فيها بس بحدها الأدنى في عشرين بالمية من الشيعة مش بخيار أمل وحزب الله إذا ما قلنا أكتر هون العشرين بالمية من الناخب الشيعي اللي بيمتد لميتين وخمسين ألف ثلاثمية ألف مقترع بنتخبوا منهم مية مية وخمسين إذا أخذت منهم أنت العشرين بالمية بتاخد حاصل بكل رياح طب إحنا قلتلي بعد ما عمان ستتحال ومو إحنا برجع بقولك كمثل المرحلة الماضية المرحلة الماضية كان الصوت السنة يعني جناحي اللائحة الصوت السنة المؤيد من البيئة السنية والصوت المسيحي المؤيد من البيئة المسيحية اليوم تسميت البيئة المسيحية هو الدكتور أنتوان حبشي اللي عنده عنده يعني تجربة بهالأربع سنين كانت ملفتي مع محيطه الشيعة يعني تعرف أنت يعني بدك تتحالف مع أنه عم تتهضب يعني بدك تتحالف مع القوات اللبنانية مش تحالف سياسي بمعنى ببعلبك الهرميل في تحالف انتخابي إله أولوياته البقاعية الأولياته المناطقية كل واحد عنده رأيه السياسي كل واحد أنا مثلا من بعد ثقافي مختلف بس بالانتخابات همنا أيصال كتلة من ثلاثة نواب مسيحي وشيعي وسنة يكونوا كتلة فعلا وطني على الطرف المسيحي عندك السيد أنتوان حبشي مع ما ترافق يعني القوات اللبنانية من ميل تاني مين عندك مستقلون سنة المستقلين السنة اليوم نحن كنا منتمنى أنه يكون يعني المستقبل يكون جاهز بس ما بقى قادر المستقبل بتصوره البيئة السنية فقد قدرته الانتخابي عفونا أحكمل معه هل المستقبل فقد قدرته الانتخابي في البقاع؟ ما هو على المستوى الوطني كله صار في عنده أزمة فكيفها بالبقاع؟ بس بتأديري أنه الصوت السني الوازين حيكون بلائحة قادرة أن تحقق شيء وهي اللائحة اللي عم نحاول أنه يكون فيها نخب شيعية مرتبة مناضلة شاركت بهالسنتين الماضيين بكل الحراك الثوري ضد الطبق السياسي وبصراحة بصراحة نحن يعني رايحين على انتخابات ممكن تحرس فارق ما كل ما ترافقه من أحداث لكن الصدق والصراحة هو المعين إلنا والإخفاقات للطرف الآخر يعني ببعلبك الهرميل أنت اللي تروح تعمل الانتخابات بدك تحرس تأييد الناس الناس شو بادة ببعلبك الهرميل الناس حتسألك بدك تعملنا سد العاصي انت بسد العاصي اللي ما بيكلف خمسين مليون دولار بسد عاصي انت شو بتعرف نهر العاصي من أكبر نهر لبنان وبيقدر يطلع كهرباء توربينات كلفته خمسين مليون دولار بالوقت اللي حط جبران بسيل أربعمائة مليون دولار على سدود ما بتجمع ماي ماي نحنا بدون يسألونا أهل بعلبك الهرميل ويسألوا حتى النواب الحاليين انه ليش ما قدرتوا عملتوا لنا سد العاصي اللي كنا هلأ فينا نضوي بلاش وكان فينا نعمل يعني زراعات يعني رح تكون الشعارات إنمائية إنمائية وليست سياسية مفروضة عليك إنمائية لأنه أولوية الناس هل هيك أولى أنك محشور بالتحالف مع القوات اللبنانية لا لا يعني بعد أحداث طيونة عيني ضماني ما عندك نوع من الإرباك نوع من الإحراج لأنه حليفك هو القوات اللبنانية الإرباك والإحراج فكه الدكتور أنتوان عندما عبر تعبير صارخ وصادح من اليوم الأول إنه هذه الضحايا التي سقطتهم هم ضحايانة لما بتشوف هيك شريكك بالمنطقة هيك بمحيطك يعني هاي البيئة المسيحية بيئة حياة مشتركة بالبقاء ويدين هذه العمل ويستذكر الإمام الصادر في وقوفه بالعاملية ضد الحرب الأهلية مع هيك شخصية فيك تعمل انتخابات وانت مرتاح والرأي العام الشيعي هيكون ما هو يعني من المعتدي ومن المعتدى عليه في الطيونة عينه ضمنه القضاء هو اللي بيحكم القضاء انت القضاء بالسياسة بالسياسة أنا برأيي كان فيه كمائن متنقلي كمائن؟ كمائن؟ من كمينة لمن؟ فيه أقل شيء أربع أطراف كمانت لبعضها كان فيه كمين لقائد الجيش العماد جزيف حون كان فيه كمين لقائد الجيش مين عاملوا هالكمين؟ الخصمه اللي ما بده يعمل رئيس جمهوري مين يعني؟ خلينا جبران بسين؟ ربما الطيار؟ ربما ربما أو أكيد ربما يعني مامل لك مين ما بده جزيف حون بس إذا عم تحدد كمين لازم يكون فيه من يكمن لمن؟ يعني جبران بسين خلينا نعمل سيناريو سيناريو تحليلي كان فيه كمين لقائد الجيش للوقوع في فتنة مع الشيعة تحديدا لوضع فيتو اللهي على رئاسة الجمهوري كان فيه كمين آخر من للقوات اللبنانية لاستدراجها لهيك لهيك يعني حرب أو لهيك عداوة مش مبرر وما إلى داعي نحن باللبنان بدنا نطلع العداوات من كمن للقوات هون؟ برجع بقولك أنه الكمين متعدد فيه كمين لا أوكي أخذنا أول وقت ليصير فيه حال يعني السناء هو الذي كمن القوات؟ فيه حدا فيه حدا شد بهذا الاتجاه أنه يصير فيه لأن القوات خرجت من دائرتها المسيحية على المساحة الوطنية وأداء وزراءها فصاروا بدون نحطولها حاجز أمام تمددها بالوسط الوطني التضف مين يعني؟ نبيه بري؟ لا نبيه بري حتى البعض بيقولوا أنه كان فيه كمين لا نبيه بري لا عم بيقول فيه كمين لحزب الله أنه نبيه بري كمنا لحزب الله أنا بتأديري أنا بتأديري أنه لا الكمين مش لحزب الله الكمين لنبيه بري يعني أن تكون حركة أمل واجهة لحرب أهلية كان هيدا جزء من الكمائن اللي مرتقبي المهم الله أنجل بلها يعني هود ثلاث كمائن جوزيف عون القوة اللبنانية ونبيه بري ولنبيه بري لنبيه بري الله أنجينا والملف عند القضاء مزيد من العدوات في الساحة الوطنية مش مبررة أنا بحمل تعاون مع الوات لا مش هالقد أنا بقدر بس أنا إلي حق أني اتحالف مع ناس اتحالفوا معهم بالاتفاق الرباعي وإلى ما هنالك وإلي حق اتحالف مع محيطي محيطي القرى المسيحية ممثلها الشرعي هو اللي بياخد أكثر أصوات فيها ما فيه ما أكون أنا متشارك معها حياتي اليومية وأنا وهو يعمل على إصلاح ما أفسدته كل المحاور اللي صاري ومؤمنين بالعيش المشترك مؤمنين بالطيب سؤال الأخير بهذا الموضوع هل فيه انتخابات برأيك بالـ 2022 أو التطورات ستفرض نفسها ولن تكون هناك لا أحد يشجع على تعطيل الانتخابات وأنا متفائل بطبعي من التطورات اللي بدأت تحصل لأنها بدأت تكون إيجابية إيجابية بأي أتجاه من خلال التسوياء من خلال المفاوضات اللي عم تجرى واللي بدأت تجرى أنا آمل تحليل هده بما يأمل للواحد أنه سوف تنعكس إيجابيا اللي بدأت ضرر من التسوية هو اللي عنده خبز سريرة نحن التسوية بتفيد يعني بتمرق يعني إذا مش التسوية جيين على مرحلة أفضل بالنسبة للبنان إي إن شاء الله إن شاء الله إذا أحسننا التصرف إذا اللبنانيين وعوا ضرورة الاهتمام بمصالحهم والاتفاق والجلوس على طاولة وحدة ونبزل نبزل تفرقة ونبزل حرب والضغيني وأنا أدعو هون بهذه المناسبة إنه حادث الطيوني الشيح أن يعمل العقلاء في لبنان على طيه وإجراء مصالحة مثل ما طرح سمحت السيد سمحت السيد باللحظة اللي بده يعمل فيها التصالح مع الزات والآخر بحادث خلدي حكي بكتير من الإيجابية يعني إذا يكون إيجابي بهذا الموضوع وأنا أدعوه إنه يكون إيجابي وأنا حاضر معه وشو بده أنا حاضر بأي تسوية مع أهالي عين الرماني وأهالي الشيح أنا وضع نفسي جندي في ولايته منيحة للمصلحة الوطنية هيده استعارة للمصلحة والصالح للمصلحة لبنان رح أنتقل معك هلأ إلى الفقرة التالتية اللي هي كسر عظم سمحت شيخ وصلنا معك إلى الفقرة الأخيرة اللي هي كسر عظم بكسر عظم لنشوف سبع جمل بدك تقل لي صح أم خطأ ومنتناقش فيها انطلاقا من مبدأ الصح وانطلاقا من مبدأ الخطأ خلينا شوف الجملة الأولى حين يصبح السيد حسن نصر جنديا في الجيش اللبناني لا في ولاية الفقه يوفر فرصة للتفاهم على سياسة دفاعية صح أم خطأ صح أكيد بس هو قائد في الجيش اللبناني ومش جندي هلأ برأيك لا يزال جندي في ولاية الفقه يعني هو يعبر عن نفسه أنه هو جندي في ولاية الفقه لكن صح إن شاء الله خير نشوف طيب الجملة الثانية إذا ذكبت سوريا قطار التطبيع مع إسرائيل ستتأبط معها لبنان لمحالها لكن سوريا لم يعد لديها قدرة على التأثير في لبنان لا إذا راحت على إسرائيل ولا إذا حاربت إسرائيل يعني صار فيه النظام الحالي طبعا بس ما عندها رجالاتها في لبنان بعدهم هؤلاء الرجالات حلفائها هون أقوى منها يعني اليوم حزب الله أقوى من سوريا في سوريا وفي لبنان يعني أقوى من النظام فلذلك إذا بتروح على التطبيع أو ما بتروح التأثير على لبنان يعني القرار اللبناني هون بدنا نروح على إيران إيه إيران نشوف إذا إيران بلدان إذا طبعت إيران نحن بنحمل الشميس مثل ما كان يملت تحت السوفيتي إذا شتت بموسكو شو يعين بيحمله الشميسي فهلأ إذا شتت بطهران نحن بنحمل الشميسي يعني طهران القادر على التأثير في لبنان لعنه بتأثر على حزب الله الجملة التالتي المارونية هي الطائفة المريضة وساعة اقتصام إرثها في الدولة دنت صح أم خطأ لك نحن المكونات اللبنانية صعب صعب أن تقول أنه في حد ممكن يصيبه شيء من الوهن لكن الطائفة المارونية مؤسسة في الكيانة اللبنانية سائبة أنه الله بتلاها بقيادات أوصلوها إلى جهنم لكن فيها قيادات سوف تأتي شابة وواحدة من هي القيادات التي أوصلت الموارنة إلى جهنم جبران بسيل الله يعين الطائفة المارونية له أفسد عهد أبي عمه وأفسد مستقبله باستعجاله نحن عندنا فيه بالمأسور أنه يعني قطف السمر في قبل إيناعها يعني هو عقب بهذا الحرماني يعني وعقب لبنان بهذا السقوط المريع بس عم يحكي الرئيس هون عن الرئيس القوي أنه لن يرضى من بعده إلا بالرئيس القوي لنفرض أنه الانتخابات النيابية المقبلة أتت بجبران بسيل كرئيس لأكبر كتلة نيابية مسيحية هذا يعني أنه ما بحق له يكون رئيس جمهوريه هني أنا أنا ملتزم بالقوانين الديمقراطية وقانوننا ديمقراطي لكن إذا الشعب اللبناني بده يجدد لبسيل هنيئا للموارنة وهنيئا للبنان ونحن من هاجر ونشوف لنا شي بلد هيك بقاصي الأرض إذا وصل جبران بسيل ثم تمايزه ولي جمبلاط لا يزال في مرحلة تقديم التنازلات لتعبيد وجهته نحو دمشق حماية لوريثه السياسي أنا بعتبر أنه خطأ ولي جمبلاط زعيم تقليدي عريق له القدر على فهم مصالحه بشكل دقيق ومن فهمه لمصالحه أنه بروع موسكو ما بروع على دمشق بروع الأم بروع على المصدر وما في منه بعيد هو أصلا دايما فيه بيقدر يعاتب الروس لأنه عنده علاقات وإذا طلبت منه روسيا أنه عذج على سوريا قبل ما تصلى عنها هلا بيشرب متف ما عنده ما شك بس أنه مش هلقد يعني الزعامات يعني ولي جمبلاط زعيم ما فيك تنكر أنه لديه مع أنه لازم يجدد البيئة الدرزية طموحة بتجديد حيويتها ودمها بس بس حمى الدروز لديه يعني لديه تاريخ الجملة الخامسة احتكر سعد الحريري منذ العام 2008 ترف التفرج على المواجهة القائمة مع حزب الله وأمعنا في تسوياته معه صح أم خطأ مع الأسف صح مع الأسف صح مواجه يعني برأيك ما كان في حالة مواجهة حقيقية سعد الحريري المواجهة مش ضروري مواجهة عنفية بس المواجهة بالموقف السياد بالموقف الصلب كان أولوياته مختلفة أولوياته شو أولوياته اللي استفادوا بالسفقات وتغطيت السمسارات اللي صارت غيره هو ما استفاد هو الرجل يعني الحاشي الحاشي استفادت وهي نظرت لهذا الشي هي نظرت يعني ووقع فيه يعني أنا مش ضد الحوار مع حزب الله الحوار مع حزب الله ضروري أي مكون لبناني لازم يحكي مع أي مكون آخر حوار هذا دائم بده يكون بس مش ضروري أنك ما تحاول يعني مش ضروري أنك تنبطح أنه للمصلح الوطنية حتى مع صفقة العهد برأيك مبطح يعني بصفقته مع العماد ميشيل عون لا كان هو كان عم يحاول مع تسكير الأفق سنتين كان عم يحاول يقول يفتح هاي دي تشهد له مش عليه يفتح أو كما كان عم يحاول إنقاذ نفسه سياسيا وماليا مش غلط بس مش مصلحة وطنية أنك تمشيه صح مثل هل اللي بيطلعوا بيقولوا أنه التسوير الرئاسي اللي عملها مع ربما بالأخير السياسي فن الممكن بهاي اللحظة شو الممكن شو المعروض ما قدر تتوصل أنت رئيس يمهورية والفريق الآخر معطل وبدو يضل معطل تشي بتعمل هيدا التنازل هيدا التنازل يحسب لسعد الحريري يحسب لليه هل كانت بس صفقة سياسية أو صفقة مالية مالية أنه البعض بيقولوا أنه اشترط أنه الحصول على مليار دولار من من يعني بإطار التلزيمات للدولة وبالسنة ما هي هيدا اللي رافقت الصفقة الصفقة بما هي هي يعني بنا نحكي صفقتين عنا الصفقة السياسية الصفقة المالية بس الصفقة المالية هي العيبة وهي الساقطة يعني الكهرباء البواخر اللي نقال نسب توزعهم بالتساوي وبالحصص الجملة السادسة الثناء الشيعي سبت دولة منذ التسعينيات كلهم على طريقته ليس صح أم خطأ سبت دولة بهيك بهالكلمة كتير تقيلة لم يقدم إضافة في بناء الدولة ماذا فعلت حركة أمل بالدولة بالدولة حافظت على فكرة كيان الدولة استقلالية الدولة لكن ممارستها فيها شيء من الفساد لم تسب الدولة بيش سبي سبي يعني سبي شو سبي كتير يعني تفوت وتاخل طيب استفادت من مغانم الدولة ايه طبعا استفادت مغانم شو هالتوظيفات من هنا عم يجو نواب يعني لو ما عاملين طبعا ومن أوصلنا إلى مرحلة الفقر الفقر مننا كمان حركة إدارتهم طبعا هنا اطار فكي لا بس كلمة السبي انت بتخفف لك سبب ايه بس السبي انه السناء الشيعي مسؤول عن تراجع دور الدولة وانهيار الدولة أكيد يعني صح ببرامجهم صح لو خففني لك يعني الكلمة الجملة الأخيرة الفدرالية هي الحل الذي يحفظ لبنان في إطار هندسة دستورية خلاقة صح أم خطأ والله أنا بيعتبرها خطأ منك مع الفدرالية أنا مش مع الفدرالية ليه لأنه أنا ما في عيش ببيئة شيعية منغلقة ما بيقدر يعني البيئة زو البعد الثقافي الواحد بيئة مش حلوة لك جميل جدا ايه بس وما بيكون في حدود بين الفدرالية يعني فيك توح وتجي وفينا فينا نعمل لا مركزية إدارية موسعة من الصلاحيات من فينا نعمل بس الفدرالية عم تسقط علينا كمفهوم تقسيمة هي منه صحية هي منه صحية يعني الفدرالية أحيانا تجي منعا للتقسيم إذا كانت هذا الأصد إذا قدمت ومورست منعا للتقسيم أنا مع يعني أنت بالنتيجة ضد التقسيم ضد كل شيء يؤنعز للتقسيم أنا مع بعض يقول أن الفدرالية يمكن أن تعزز الوحدة يعني كل واحد عيش مرتاح بمنطقة جغرافية معينة ما في احتكاكات يومية في اتفاق على الخطوط العديدة للدولة في احتكاكات بالعيش المشترك بس ما في احتكاكات بالأنظمة ممكن هذي البلد تعمل أنظمتها مثل مقاطعات ألمانيا صح أنه كل واحد عنده وممكن تجيب هذي حافز للاستثمار أكتر من الأخرى وممكن هذي تساعد هذي ويمكن في تنافس خلاق بين المناطق قال أن للبنانيين يجب يجب أن يعتبروا أن كل لبناني هو أخ لأخيه اللبناني ومش حكي شعرات ولا حكي لا هي مهمة هي هذا الحكي من الرجعه من الرجع اللغة الوحدوية اللي فينا نختلف أنا وياك هلأ فينا نختلف بس فينا نتفق على المصلحة المشتركة مصلحة البلد فينا ننظم اختلاف وفينا ننظم اختلافنا هذا اللبناني اللي بده يتعلمه ويوقف هالمهاترات اللي حسستنا بالزول أمام المشهد العربي والدولي مشهدنا كتير سيئ صح فلذلك أنا وصيتي للشعب اللبناني أنه نرجع الامام علي بيقول بدي اختم بيقول لالامام علي بيقول اقلع الشر من صدري غيرك بقلعه من صدرك حلو يعني أول شيء أنت بتشيل الشر بدون مواقف مسبقة بلش بصفر مشاكل ومنبلش عن جديد تعهم صفر المشاكل بلبنان ونجي نعمل تنافس شريف وبرامج محترمية على إدارة الدولة والشأن العام واللي بيربح بنمشي معه واللي بيخسر بيعمل معارضة شي طبيعي مع هذا التمني وهذا التفاعل من هذا الحلقة بلنا نشكرك سمحة الشيخ على مشاركتك معنا كما نبدأ أشكر الأصدقاء المشاهدين على متابعة هذه الحلقة من بدنا الحقيقة طبعا اللقاء يتجدد الأسبوع المقبل إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر